أعلن علماء الأربعاء أنهم استخرجوا من رواسب في جرينلاند تعود إلى العصر الجليدي حمضاً نووياً لأنواع مختلفة عمره مليون عام هو أقدم ما اكتشف في هذا المجال على الإطلاق ويوفر عفقاً جديداً لعلم المتحجرات القديمة وبقي الحمض النووي محفوظاً بطريقة جيدة لأنه كان مجمداً وفي مناطق لم تكن عرضة سابقاً إلا لقدر قليل من الاستغلال وأتح عمل الباحثين الذي بدأ عام 2006 رسم الصورة لما كانت عليه هذه المنطقة قبل مليوني عام وطرح هذا الاكتشاف على الباحثين مسألة قدرة الأنواع على التكيف نظراً إلى أن جرينلاند شهدت قبل مليوني عام درجات حرارة أعلى بما بين 11 و17 درجة من مستويات الحرارة الحالية علماً أن الشمس لا تغرب خلال أشهر الصيف ولا تشرق خلال الشتاء في هذه المناطق ترجمة نانسي قنقر